طبعاً لما نتكلم عن التحرش ضد المرأة نحن قاعد نتكلم عن إما قول أو فعل يعني المتحرش إما يتكلم كلام أو أنه يفعل فعل يعني لمس مثلاً أو احتضان أو يضايقها في مكان ولا في طريق ولا بشارع ويخليها بالزاوية مثلاً أو قد تصل أحياناً إلى ارتكاب الجريمة الكبيرة اللي هي الاغتصاب هذه كلها من الأمور اللي لها علاقة بالتحرش بالمرأة الأمر الثاني قد يكون بيئة التحرش البيئة متنوعة ومختلفة يعني قد يكون بيئة العمل مثلاً فيكون موظف يتحرش فيها أو مدير مديرها أو رئيس يتحرش فيها وأنا عندي قصص كثيرة حقيقة في هذا الجانب أو إذا ما كانت بيئة عمل قد يكون البيت نفسه يعني أحياناً أخو الزوج قد يتحرش فيها أنا عندي بعض القضايا أبو الزوج يتحرش في زوج ولدة أحياناً العم أحياناً الخال يتحرش ومثل ما قلت لكم التحرش إما بالقول أو بالفعل ولذلك يعني القوانين جرمتها والشريعة الإسلامية حرمتها فالقضية حقيقة لابد أنه من الآن ندرب بناتنا حتى وهم صغار كيف يحمون نفسهم وكيف المرأة تحمي نفسها طبعاً هو التحرش بالمناسبة يعني ما يقتصر على الرجل والمرأة فقط أحياناً المرأة تتحرش بالرجل وأحياناً الرجل يتحرش بالرجل وأحياناً المرأة تتحرش بالمرأة لكن أنا موضوعي اللي رح أتكلم معاكم فيه اليوم هو تحرش الرجل بالمرأة فأنا يعني امحدد هذا الإطار في الحديث طبعاً هو سؤال شي الدوافع شي اللي يخلي الرجل يتحرش بالمرأة بعض الرجال قلوبهم ضعيفة ما يتحملون الإثارة إثارة المرأة أو ما يتحملون لفت النظر عند المرأة يعني بعض الرجال تكون يعني المرأة ترفت نظرة وإذا لفتت نظرة ما يملك نفسها إلا أنه يتكلم وحياً يتكلم كلام في غزل في كلام عاطفي يدغدغ مشاعرها يعني يسمعها كلمتين يبيها تلتفتلة وهذه أساليب حقيقة يستخدمونها بعض الرجال لكن ما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة وما هو نقطة ضعفة طبعاً الرجال أنواع والرجال أشكال بعضهم نقطة ضعفة لبس طريقة اللباس تكون نقطة ضعف بعضهم لا ولا مول لبس المشية طريقة المشية في بعض النساء اللي مشوا يعني يتمأيلون طريقة المشية تحس المشية فيها دلع فهذه تلفت نظر الرجل أحياناً لا أحياناً الميكياج والميك أب وطريقة التسريحة الشعار يعني الشكل الخارجي بشكل عام قد يكون ملفت نظر للرجل يعني أنا أذكر واحد من الرجال مرة كان يقول لي يقول لي أنا تلفت نظري المرأة السمينة آخر يقول لي لا والله أنا تلفت نظري الرشيقة في واحد مرة قال لي أنا تلفت نظري المرأة اللي تضع عباء السوداء هو واحد قال لي تلفت نظري المرأة اللي تلبس لبس قصير شوف سبحان الله كل رجل له نقطة ضعف ولذلك إذن ما يلفت الرجل أحياناً في بعض الرجال لما تلفت نظر المرأة ما يتمالك نفسها فيه يتحرش فيها وهذا التحرش مثل ما قلت لكم إما بالقول أو بالفعل هنا يعاد يبقى وسائل التحرش أحياناً تكون كلمات أحياناً الرسالة يرسلها بالواتساب أو بالسوشال ميديا مثلاً رسالة بالفيسبوك ولا في تويتر ولا في انستجرام ولا في يعني أي قناة من قنوات التواصل الاجتماعي يكون فيها نوع من التواصل والألفاظ المستخدمة في الرسائل يكون فيها نوع من التحرش والتحرش إما عاطفي أو جنسي يعتمد لكن في الأخير هو تحرش وهذا طبعاً كلها مجرم بالمناسبة يعني إحنا مثلاً في القوانين داخل دولة الكويت من عام 1960 يعني في الكويت قانون الجزاء عندنا يعني تقولون صار لحين 70 سنة القانون يجرم الزنا ارتكاب الزنا ويجرم اللواط اللي هو الشذوذ الجنسي بنص المواد الموجودة 194 و214 إذا ما خانتني الذاكرة ويجرم شوفوا القانون لكويتي حقيقة فيه ميزة يعني يجرم الزنا ويجرم اللواط بعدين راح إلى مستوى أقل اللي هو يجرم هتك العرف ثم راح إلى مستوى أقل وهو تجريم التحرش اللي أنا قاعد أقول لكم عننا الحين فتجريم التحرش في القانون يعتبر رقم أربعة والآن مؤخرا من سنة تم استحداث قانون جديد في تجريم التحرش الإلكتروني فصار عندنا خمسة قوانين كلها تصل في حماية المرأة وحماية الرجل في قضية التحرش ليش؟ لأن العرض قضية أساسية يعني خاصة إحنا كمسلمين بالنسبة لنا العرض قضية مهمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تخيله في حجة الوداع يعني حجة الوداع يعني هذه آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تخيله فمعنات المفوض الكلمات اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مهمة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم شوف هو العرض اللي هو موضوعنا اليوم التحرش التحرش بالمرأة وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى آخر نص الخطبة لنت تعرفونها فتخيلوا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا خطاب عالمي للمسلمين إنه ترى العرض مهم وحماية العرض أهم ولذلك لا بد يكون عندنا أنظمة وعندنا قوانين تحميل مرأة من التحرش فيها طبعا نسبة تحرش الرجال للنساء أكثر من نسبة تحرش النساء للرجال ولذلك إحنا موضوعنا اليوم موضوع التحرش في المرأة الآن كيف تحميل مرأة نفسها من التحرش طبعا في وسائل كثيرة وفي روايات كثيرة وفي أحاديث كثيرة وفي أدوات كثيرة هنا طبعا أكو مسألة لازم نفرق فيها السؤال هل هذا المتحرش متحرش دايم متكرر أم هو متحرش لمرة واحدة نسميه متحرش عابر يعني المرأة قاعد تمشي في السوق وواحد من الشباب رمى عليها كلمة فيها تحرش عاطفي مثلا هذه يعني مرة ما رح تتكرر فاحنا نفرق بين نوعين من التحرشات تحرش لمرة واحدة أو المتكرر طبعا هذا له وسائلة وهذه وسائلة إذا لمرة واحدة المرأة عندها خيارين أما أنها تسكت وتمشي فرح يفهم هذا الشاب أو الرجل أن هذه المرأة ما هي مرأة لعوب وبالتالي يحترمها ويقدرها وسلام عليكم وانتهى الموضوع فهذا يسمونه الرد بالصمت أو الرد بالتجاهل وهذا حل من الحلول في التعامل مع المتحرش هذا أولا فيه اختيار ثاني أنه لا ما تسكت حتى لو مرة واحدة وإنما تعطي العين الحارة تخلي عينها بعينها وتنظر له نظرة مثل نظرة البومة نظرة ثاقبة اللي هو المفروض يرتعد منها مفروض زائد أن تبين اللغة لغة الوجه أنها في حالة غضب وما يمنع أنها تتلفظ بألفاظ يعني قوية شوي احترم نفسك استحلويهك اتق الله يعني فيه ألفاظ معينة تحسسها أن تأدب أحسن لك ومش محترم طبعا هذا إذا كان التحرش في السوق مثلا ولا في الخارج لكن إذا بيئة العمل بيئة العمل هنا فيها علامة استفهام ليش؟ لأنه قد يكون التحرش في هذه الحالة متكرر يعني امرأة تعمل في وزارة ولا تعمل في شركة ومديرها كل يومين طالع ونازل عليها ويتحرش فيها ويسمعها كلمات هنا قد يكون في تكرار فالتعاطي مع التحرش المتكرر يختلف عن التحرش لمرة واحدة طيب الآن لو كان التحرش متكرر كيف نتعامل معه؟ في أكثر من تعامل تعامل الأول بالقول وأخذنا مثال قبل قليل عن هذا الموضوع التعامل الثاني قد ترفع صوتها يعني إصراخ تصرخ لأن المرأة لما تصرخ رح تلفت النظر لمن حولها وإذا التفتو النظر هذا الرجل رح يخاف فرح يبتعد عنها لأنه قد يكون التحرش فيه لمس وقد يكون التحرش فيه قرب جسدي وبالتالي في مثل هالحالات الاصراخ مفيد للصياحة بصوت عالي مفيد الصوت العالي بشكل عام مخيفي خوفه طبعا في بعض الأدوات ممكن المرأة تحملها معاها يعني أكو أدوات تنبع يا مثلا في بخاخ تخلي معاها بالجنطة مثلا وإذا قرب منها رجل تأخذ البخاخ وتبخ بختين ثلاث على ويها ها هذين يستخدمون أحيانا حق الحيوانات المفترسة فمن الواحد يبخ عليه بخة بختين تشوفونه خلاص يطيح في الأرض يعني يصير يصير عيونه ما يشوف شي فهذه واحدة من الأدوات اللي ممكن المرأة تحطها في جنطتها وإما تروح وإما تأمشي البخاخ عندها أنا ذاك اليوم وحدة كانت تقول لي عندي في استشارة تقول لي في واحد تحرش فيني بس أنا كنت حط في جنطتي شي اللي خليتها ينحاش قلت لها هل حط في جنطتي شبخاخ؟ قالت له والله مو بخاخ قلتها عيل شنو؟ كانت تقول لي حط صفارة مالتكرة القدم قلتها لا والله شلون؟ كانت تقول لي أبدا أنا ما أمشي إلا والصفارة في جنطتي قلت له ليش؟ قالت لي من يقرب مني الرجل ولا يتكلم كلمتين بذيئة ولا يحاول يتحرش فيني أطلع الصفارة وأصفر صفارة قوية اللي هو يرتعد ومن حولي كلهم يلتفتون ويبدون يشوفونه فإذاً في أدوات ممكن تستخدمها المرأة لحماية نفسها من التحرش طبعاً أنا ما بي أروح يعني خنقول إلى مستوى متطرف في هذا الجانب في قضية أن المرأة تكون مدربة كاراتي ولا فول كونتاكت ولا بعض الألعاب والفنون القتالية لكن لو المرأة كانت مدربة صراحة شيء أنا بالنسبة لي شيء جيد أنه في حال من الأحوال ممكن تدافع عن نفسها بالضرب لأنه هذاك معتدي عليها وبالتالي ضربها راح يكون ضرب دفاعي وليس ضرب هجومي وهذا لا يجرم حتى قانوناً جوار بينكم صار صعب كل واحد فيكم يتكلم على موجة الريال يتكلم موجة الام وانتي تتكلمين لموجة الاف ام تحسون منتوا قادرين تتفاهمون على بعض تحسون كلما قلتوا كلمة وراها هوشة ولا صيحة ولا صراخ ولا كل واحد منكم زعلان اللي رايح غرفته واللي طالع بره البيت الحوار هو السر للسعادة والاستقرار لما يكون الحوار ما هو ناجح ونحن عارفين نتحاور مع بعض العلاقة تنتهي للتفكك أو الانفصال تعالوا عندنا فيه دكتور خطوبة نساعدكم من خلال خدمة الاستشارات أو من خلال الدورات التدريبية أو من خلال الكتب اللي موجودة في الموقع حتى نطور الحوار ويكون علاقتنا علاقة سعيدة ومستقرة ترجمة نانسي قنقر